بسم الله الرحمن الرحيم لأخوال أعزاء طلاب السنة الثانية دبلوم إدارة المستشفيات أهلا وسهلا بكم بنأسف للظروف اللي اضطرتنا نحن نلتقي بكم من خلال الفيديو وجاز الله وكورونا اللي هي حرمتنا من اللقاء بكم نواصل اللقاءنا في استكمال ما بدأناه في المحاضرات في المرات السابقة عن الشراء الحكومي وقبل ما نبتدي أحب أوضح بس بعض الأساسيات كان فيه في آخر مرة عن المفهوم الجهة الإدارية نحن قلنا مع بعض أن الجهات اللي ينطبق عليها القانون هي وحدات الجهاز الإداري للدولة ودي بتشمل الوزرات المصالح الحكومية الجهات ذات المواصفات الخاصة وبتشمل نمرة اثنين وحدات الإدارة المحلية ودي بتشمل المحافظات المختلفة وإتباعها من مراكز وقرى وبتشمل العيات الاقتصادية زي هي قنص السويس وزي هي الخدمات الحكومية أي وحدة من الوحدات السابقة بيطلق عليها جهة إدارية كان فيه سؤال هو مفهوم السلطة المختصة يقصد بالسلطة المختصة الوزير ومن له سلطاته أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة نواصل الكلام في القانون المناقصات والمزاهدات هنتكلم عن خطوات الشراء بالمناقصات بصفة عامة هنقولها بإجازة وبعدين نستعرض كل خطوة من هذه الخطوات مع ملاحظة إن فيه أمور تفصيلية يعني إحنا مش هنقدر نتعرض لها إنه إحنا بندكم فكرة عامة اللي حب يعرف التفاصيل يرجع زي ما قلت للقانون وهو موجود على النت أو يمكن شراءه من صال اتبيع المطبعات الحكومية في ميدان الأبرة على نصة عبدالخلق سروت تعريبا شراء عبدالخلق سروت الخطوات الشراء بالمناقصات بتبدأ بما يسمى نمرة واحد الإجراءات التمهيدية ودي بتشمل وضع المواصفات الفنية ووضع القيمة التقديرية نمرة اتنين إعداد كراس الشروط والمواصفات نمرة ثلاثة الإعلان أو الدعوة أو زي ما احنا بنسميه الإشهار نمرة أربعة إعداد مقدم العطاء لعطائه وتقديمه نمرة خمسة فتح المظريف ودراستها والتوصية بالترسية وهي الإجراءات التمهيدية وفي الحاجات في الإجراءات التمهيدية بتشمل وضع المواصفات وضع المواصفات وحنا كنا تكلمنا مع بعض مرة أبل كده أن المواصفات قلنا بيقصد بالمواصفات هي الخصائص أو المكونات الفنية المطلوب توفرها في الشيء اللي بنريد شراءه بصفة عامة زي ما شرح دكتور محمد بركات أنه عندنا عدة طرق للتوصيف إحدى هذه الطرق ما يسمى الحاجات اللي احنا شكينا قدامنا اللي هي بتبدأ بالرتب والمقصود بالرتب نسميها الرتب أو الدرجات والرتب أو الدرجات يعني أحيانا السلع في جهات حكومة في جهات دولية بتتولى تصنيف السلع إلى رتب أو درجات زي نقول درجة واحد أو درجة اثنين أو درجة ثلاثة وزي ما أقول دلوقتي اللي بيحط اللي بيحدد هذه الرتب جهات ومواصفات عالمية يعني مثلا لو أنا عايز أشتري أمح مش هقول والله أنا عايز نحجز تذكرة طيارة أو تذكرة آطر في تذكرة الطيارة بنقول والله في إيكونومي في درجة رجال الأعمال درجة وأخبرك من درجة في درجة أولى الآطر برضو في درجة أولى درجة تانية درجة تالتة إلى آخر فهي الرتب زي ما قلت جهات عالمية بتعطي كل سلعة من السلع إلى درجات وأذكر مرة حد من كنا بنادي دورة تدريبية في مستشفى ناصر اللي في شورة حد من السادة الأطباء قال واللحوم بتصنف إلى عدة درجات وإحنا بنحدد الدرجة اللي احنا عايزينها ده بالنسبة للرتب فيه الاسم التجاري الاسم التجاري يقصد به زي مثلا لما نقول عايزين جهاز سيمينز أو جهاز سوني أو جهاز مثلا هتاشي ده اسماء تجارية والشركات النابهة أو الشركات الحريصة بتحدث أن يكون لها اسم تجاري في السوق عشان المستهلك يطلب هذه السلعة بالاسم فإحنا بنلجأ أحيانا للشراء بالاسم التجاري وفيه حالات بنلجأ إليها سواء قطاع عام أو قطاع أعمال أو قطاع حكومي للشراء بالاسم التجاري وكل ما على الجهة إنها لو عايزة تشتري بالاسم التجاري إنها تحدد مواصفات إنها تحدد لاسم التجاري فقط وبعد كده بيتم توفيره زي ما قلت بيحرص الصانع أو المنتج أن يبقى له اسم على أساس يطلبها المستهلك بالاسم والاسم التجاري بيبقى له سمعة في السوق وهو حريص على هذه السمعة ولذلك لو ورد شيء معيب ممكن تردها له ويقبل الرد في الطريقة الثالثة للتوصيف اللي هي المواصفات القياسية الجهات الحكومية أحيانا بتضع مواصفات قياسية تلتزم بها الجهات تلتزم بها الجهات اللي عايزة تطلب سلعها بالمواصفات القياسية وإحنا عندنا هنا في مصر الهيئة العامة للتوحيد القياسي موجودة في شرع السواح تقريبا هي اللي بتحط المواصفات القياسية وأذكر مرة من المرات إن احنا كنا من أجر الكافتيريا بتاعتنا في الكلية وكنا عايزين نحدد مواصفات نحدد المواصفات ونحدد الأسعار فعاش كنا عايزين نحدد مواصفات السندويتش اللي حيتقدم في الكافتيري فمن حد المواصفات المواصفات القياسية اللي قلت لكم عليها دي وطلبنا منهم مواصفات السندويتش في طريقة رابعة للتوصيف اللي هي المواصفات الخاصة إذا ما كانش في رتب أو اسم تجاري أو مواصفات قياسية فبتلجأ الجهة إلى وضع مواصفات خاصة لها هي يعني مثلا لو عايزة أشتري خشب مثلا يعني أحدد نوعه أحدد طوله أحدد عرضه أحدد الصمك إلى آخره وهكذا فالمواصفات الخاصة بتلجأ إليها الجهة إذا لم تسعفها الطرق السابقة في الطريقة الأخيرة لعينات والعينات هنا اللي هيشتري مش هيستخدم أي طرق الطريقة من الطرق اللي فات إنما يعمل إيه ياخد الحاجة اللي عايزها ويروح للمورد أو للبائع ولو الله عايز زي دي ويدي له العينة يعني واحد لو افترضنا مثلا واحد عايز يشتري اشتري قطعة تغيار مش موجودة في السوق العربية عديمة يروح للخراط ياخد له الحاجة ويقول له اعمل لي زي دي فدي بنسميها عينة دي طرق التوصيف بصفة عامة لكن في الحكومة مين هي طرق التوصيف قبل ما نقول ايه طرق في الحكومة مين اللي وصف في الحكومة مسئولية وضع المواصفات في الشراء الحكومي في الحكومة بتسند عملية وضع المواصفات الى لجنة فنية متخصصة من العاملين بالجهة الإدارية واحنا شرحنا مقصود بالجهة الإدارية من شوية من ذوي الخبرة الفنية يعني لازم يكون عندهم معرفة بالشيء اللي هما حيوصفوه واذا ما كانش موجود في الجهة الإدارية هؤلاء الناس يبقى يجوز للجهة انها تلجأ الى الاستعانة بفنيين من جهات إدارية أخرى يعني مثلا لو كلية التجارة مثلا عايزة تشتري حاجة فنية وما عندهاش الاخصائيين او الفنيين ممكن تستعين بناس من كلية علوم او من كلية الهندسة دي جهات إدارية أخرى او ممكن نلجأ الى مكاتب استشارية متخصصة دي مسئولية وضع المواصفات في الشراء الحكومي كام عدد أعضاء اللجنة؟ عدد أعضاء اللجنة لا يقال لا يزيد عن سبعة لا طيب ازاي جهة الحكومية توصف القانون يمكن حدد قال والله عند وضع المواصفات يراعى المواصفات القياسية المصرية لو احنا عايزين مع العطاء المقدم العطاء يقدم لنا عينة للحاجة اللي حيقدمها فعشان كده فبنطلب منه او بينص على وزن العينة دي تكون كام بحيش تكون كافية للتجربة ولو الأصناف تورد داخل عبوات وليس عينة داخل عبوات يبقى لازم بيين نوعها وسعتها ومواصفاتها سعتها يعني المقصودة تسعة كان لو ما قدرنا شيء او اقال في القانون عنده صعوبة التوصيف نستخدمها وفي المقاولات بنستخدم الرسومات عموما في التوصيف في القانون نوصف بأي طريقة ما عدا ما عدا حاجة وحدة ما نلجأش اليها احنا قلنا طرق التوصيف خمسة بصفة عامة طرق التوصيف خمسة اللي الرتب والاسم التجاري والمواصفات القياسية والعينات والمواصفات الخاصة دي طرق التوصيف نلجأ الى تطبيق اي طريقة من هذه الطرق ما عدا حاجة وحدة وحدة دي اللي هي ما نلجأش الى استخدام الاسم التجاري ليه؟ لان زي ما احنا قلنا هي المناقصة وسيلة لاثارة التنافس بين الموردين فلو طلبتها بالاسم التجاري يبقى انا في هذه الحالة مش هوثير تنافس يعني لو قلت مثلا والله انا عايز جهاز سوني فمحدش هيقدم لي غير الناس اللي هم عندهم جهاز سوني فعشان كده من وصفش بالاسم التجاري ولذلك بنجد المادة في القانون بتقولها تعين تجنب الاشارة الى علامة تجارية معينة او اسم تجاري او براءة اختراع او تصميم او نوع معين او منتج او بلد معين او الرقم الوارد في قوائم الموردين او مواصفات تنطبق على نماذج خاصة او مميزة اشارة الى اي منها ويستثنى ويستثنى نكتوب خطأ ويستثنى من ذلك الاصناف التي يتعذر توصفها مع اضافة يعني لو كانت الاصناف منقدرش نحط لها مواصفات لانها سرية مثلا يبقى لو حنوصف بالاسم تجاري نحط جنبه كلمة ما يعادله او ما يماثره او ما يكافره في الادا ده نص المادة 20 في الانها 2 و 8 من الاعمال التقديرية من الاعمال التمهيدية ايضا وضع القيمة التقديرية وضع القيمة التقديرية احنا بنطلب عطاءات وبعدين بنقيم العطاءات وزي ما بقولنا ان احنا هنختار من بين هذه العطاءات الاقلها سعرا هنختار الاقلها سعرا مصفة ومطلقة طيب ما ممكن الاقلها سعرا ده ما ممكن الاقلها سعرا ده يكون مبالغ فيه فعشان كده بتسند الجهة الحكومية الى لجنة تضع لنا قيمة تقديرية نستخدمها في المقارنة فيما يقدم من عطاءات يعني اللجنة قبل ما نعمل كراس الشروط وقبل ما نطرح وقبل الناس ما تقدم بتشكل لجنة مهمتها ايه تقول والله السعر بتاع الحاجة ده اللي احنا عايزينها يساوي كذا اسم القيمة التقديرية هذه القيمة التقديرية بعد كده لما الناس تقدم العطاءات ونيجي نفتح المظاريف نقارن العطاءات المقدمة بالقيمة التقديرية فاذا كانت في حدود القيمة التقديرية او اقل ناخد اقل لها سعرا لو كانت اعلى من القيمة التقديرية طبعا نستبعد العطاء من اللي يحط القيمة التقدرية دي تسند مسؤولية اعداد القيمة التقدرية الى لجنة طب واللجنة دي تحط القيمة التقدرية ازاي قالوا والله تدرس السعر تحلل السعر الاسعار السائدة نحس تكلفة المباشرة وغير المباشرة ولازم تشوف السعر اللي هي حتقدره ده يتمشى مع القيمة ونحن نعلم القيمة مرتبطة بالمنفعة فالقيمة المدفوعة او المنقدرة تتناسب معايير القيمة المدفوعة وشوف برضو درجة المنافسة ونشوف خدماتنا بعد البيع ونشوف مخاطر ورمش الربح والرسوم والضراب وغيرها واذا كانت السلعة دي بضع حاضرة ولا بتنتج للجاة خصيصا بناخد كل هذه العامل في الاعتبار او اللجنة تاخد كل هذه العامل في الاعتبار وفضوها تحدد القيمة القيمة التقديرية برضو من الاعمال التمهيدية نحن نحدد حاجة اسمها التعمين الابتدائي وحنأجل الكلام في التعمين الابتدائي او التعمين المؤقت للنهاية بعد كده وبعد كده بنعمل كوراس الشروط والمواصفات وونما نعمل كوراس الشروط والمواصفات كوراس الشروط والمواصفات فيها شروط وفيها مواصفات والشروط الضية نقدر نعسمها إلى شروط عامة وشروط خاصة والمواصفات الفنية زي ما احنا قلنا وإذا كان بحيشتري أكتر من صنف فبنعمل قوائم في هذه الأصناف وإمكانت منقوالات الأعمال بالنسبة للشروط العامة الشرط يعني مطلب لازم تحقيقه الشروط العامة مطالب بيحددها القانون أو سياسة المنشأة ويلتزم مقدم في عطاء زي شروط عامة زي مثلا لازم مقدم العطاء يقدمه في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي يعني يقدم العطاء في ظرفين ظرف يكتب عليها العرض الفني والظرف يكتب عليها العرض المالي وإحنا ليه والأتنين الظرفين دول يتحطوا في ظرف هما الأتنين يتحطوا في ظرف تاني بعد كده ليه بنعمل كده علشان لوحظ زمان في أيام القانون التسعة أنه كان الناس لما بيقدموا المواصفات العروض الفنية والعروض المالية كانت بتقدم في ظرف واحد فكانت اللجنة لما تيجي تفتح تتأثر بالقيمة المالية للعرض وعشان كده كنا نسمع أنه أقول لك العرض الفني العطاء الأقل سعرا أقل جودة وهذا الكلام دلوقتي ما هوش مظبوط ليه؟ لأنه نطلب عرضين عرض فني وعرض مالي العرض الفني فيه المواصفات الفنية وزي ما حنتكلم بعد شوية بيسند إلى اللجنة مهمة أنها تفتح العرض الفني وتشوف مين من العروض الفنية دي يتناسب مع احتياجات الجهة يبقى هو بندرس فني وبندرس مواصفات منعرفت الصع المقبول فنيا نخده غير المقبول نستبعده نروح بعد كده للعروض المقبولة فنيا يفرض معد من عشر أنا مسألا والله قبلت من العشرة دول اللي ناجح فنيا ستة يبقى فيه أربعة مستبعدين نروح بعد كده نفتح العروض المالية للمقبول فنيا للستة وندرسهم عشان كده مش هيتأثر المقيم بالسعر وإنما فصلنا الفني عن المال عشان كده من الشروط العامة وجود مظروفين مغلقين أحدهم العرض الفني والآخر العرض المال برضو من الشروط العامة اللي بيحددها القانون فترة سرانة العطاء يعني إيه فترة سرانة العطاء مقدم العطاء حيحط فيه حيحط فيه العرض بتاعه السعر اللي هو حيقدم به المادة الخام المطلوبة أو السلعة المطلوبة طب أنت ملتزم بهذا السعر لفترة قدية لأنه ممكن بعد ما نيجي نفتح ونرسع لنقول له تعالى أنت مقدم بسعر كذا يتحجج وهذا كان زمان والظروف دلوقت اتغيرت عشان كده بنقول له والله فترة سرانة العطاء العطاء دساري لمدة قدية والقانون بقول له والله لا يتجاوز تسعين يوم أو سلاسة أشهر ولا يقل عن خمسة واربعين يوم نمرة ثلاثة يحدد بنشرط العامة نحدد مبلغ الضمان الابتدائي ونسبة التأمين النهاي وخلي بالك الضمان الابتدائي مبلغ يعني رقم رقم لكن التأمين النهاي نسبة رقم زي ما نقول مثلا مبلغ رقم ومثلا ألفين جنيه خمسة تلاف جنيه عشر تلاف جنيه تأمين النهاي يتحدد كنسبة خمسة في المية عشرة خمسة في المية إلى آخر ومن الشروط العامة لما نيجي ندرس العطاءات ونقيمها نقول للناس إزاي حنقيم عناصر وأسس التقوير والحد الأدنى للقبول في حالة التقييم بالنقاط إيه هو التقييم بالنقاط هو الأصل إنه لو كانت كل الشروط عندي إلزامية إلزامية يعني لازم يلتزم بها مقدم العطاء فاللي خالف الشروط نستبعده الذي يافي بالشروط نقبله وبعد كده نرتب العطاءات على حسب السعر أحياناً أحياناً الفرق يكون بين عطاء وآخر فرق بسيط لكن القيمة المالية لما نحتل العطاء التاني القيمة الفنية لما نحتل العطاء التاني ممكن تبقى أكثر مزايا من العطاء الأولاني يعني أنهم يكون العطاء الأولاني مثلاً يبقى بمليون ونص العطاء التاني اللي وراه على طول بمليون وخمسمية وعشر تلاف يعني الفرق عشر تلاف بينهم لكن العطاء التاني مثلاً هو زي العشر تلاف عن الأولاني المزايا الفنية اللي موجودة فيه أكتر من المزايا بتاعة العطاء الأقل يعني مثلاً ممكن ده يكون مثلاً العطاء الأول يكون مثلاً صناعة كورية لكن العطاء الثاني مثلا يكون ياباني أو ألماني فهنا بلد الصنع مهم فعشان كده بنلجأ إلى التقييم بالنقط إيه هي التقييم بالنقط؟ بنحدد مجموعة عوامل مجموعة العوامل دي نقوله والله إحنا هنقيم الناس على أساس العوامل التالية مثلا أنه بلد الصنع للسلعة المقدمة مثلا وجود مركز صيانة معتمد يعني صاحب العطاء عنده مركز صيانة ولا لا العدد الناس اللي حيدربهم الخبرات والكفاءات الفنية اللي عنده فدي بقى نسميها إيه العوامل التقييم أو عناصر التقييم وبنحدد لكل عنصر من العناصر ديه درجات أو نقط درجات أو نقط تعرف ده بيفكرني بإيه بيفكرني مثلا لما أنا كنت في ابتدائي كنا بندرس لغة عربية وحسابه هندسة وعلوم وجغرافيا وتاريخ وهو الهدف من المرحلة البتائية أنه التلميذ يعرف يقرأ ويكتب وعنده شوية معلومات عامة عشان كده مدام يعرف يقرأ ويكتب عملين للعربي على أيام إيهان مئة درجة وعملين للحساب والهندسة مئة درجة عايزين من التلميذ يعرف يرى ويكتب ويحسب وعنده شوية معلومات عامة عشان كده العلوم كانت بتاخد خمسين درجة يعني نص العربي أو نص الحساب والمواد الاجتماعية تاخد خمسين درجة نص العربي أو نص الحساب فإذا نحن ادينا هنا لكل مادة من المواد على حسب أهميتها نقاط اهو احنا هنعمل زي كده في حالة العروض وفي حالة العطاءات دي بعض الشروط العامة الخاصة والشروط الخاصة احنا شرحنا كلمة شرط مطلب يجب تحقيقه الشروط الخاصة هي مطالب الجهة أو المنشآة شايف أنها لازم تكون متوفرة في العطاء إذا لم يلتزم مقدم العطاء بالوفاء بها بيجب تحقيقه زي مثلا زي مثلا والله شروط التعبئ زي مثلا الصيام زي مثلا الضمان زي مثلا شروط الدافع زي مثلا مكان التسليم زي التدريب زي تجزية العطاء إلى آخره داعا إعداد كراسة الشروط والمواصفات بعد ما بنعمل كراسة الشروط والمواصفات بتقوم الجهة بعد ذلك بالإعلان أو الدعوة عن المناقصة المناقصة إعلان أو الدعوة بيتم الإعلان أو الدعوة يختلف في المناقصة العامة عن المناقصة المحدودة وعن الممارسة المحدودة وعن الطرق الأخرى في المناقصة المحدودة يتم الإعلان عن طريق توجيه دعوة كما قلنا في المخابرات الأولانية بالحطاب وده في المناقصة المحدودة وفي المناقصة المحلية وفي الممارسة المحدودة لكن في المناقصة العامة وفي الممارسة العامة بيتم الإعلان عن طريق يتم الإعلان عن الإعلان الإعلان ده اللي حتعمله الجهة أو الدعوة يكون في إيه؟ الإعلان أو الدعوة يكون فيه البيانات التالية الجهة التي تقدم إليها العطاء الصنف أو العمل المطلوب تقديمه مبلغ التأمين المؤقت نسبة التأمين النهائي مكان 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 ومعاد الفصول على كراسة الشروط موعد جلسة الاستفسارات موعد ومكان جلسة الاستفسارات زي ما احنا قلنا ده البيانات التي يتضمنها الإعلان بعد كده الناس بتيجي تشتري العطاءات تشتري الكراسات الشروط ويبدأ مقدم العطاء في إعداد العطاء إعداد العطاء يعني احنا عيللو اكتب لنا السعر بالكيلو ما يكتبوش بالجرام عيللو اكتبهن مثلا بالرطل ما يكتبوش بأي وسيلة أخرى عيللو بالدسة ما يكتبوش بالوحدة يعني يلتزم بهم ما هو محدد ده المقصود بحسب ما هو مدوم بجدول الفئات دون تغيير أو تعديل في سعر الوحدة ولما يكتب قيمة الأسعار لازم يحط التاريخ عليها من ضمن الحاجات اللي رأيها أيضا ما يكشطش وما يمسحش في جدول الفئات جدول الفئات اللي هو أحيانا بنكون بنشتري أكتر من صنف فالأصناف دي محطوطة في جدول جدول في أسماء الفئات وبعدين سيبله سعر الوحدة وبعدين سيبله خانة السعر وخانة إجمالي القيمة فهو ما يمسحش وما يكشطش في جدول الفئات ولو هو كتب حاجة وعايز يصحح وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحروفا ويوقع من الحاجات اللي بيرعيها يعني لهو مش عايز مسلا يقدم في بند من البنود يعني أفترض ما إن أنا عايز أقلام وأستيك ومساطر وفايلات ما يجيش هو يشتب أي بند من البنود أو يعدل فيه أي إن كان لو هو عايز لملاحظات يبقى لازم ملاحظات دي ويحطها في كتاب اللي أعتم دي الحاجات اللي هي لازم ترعيها مقدم العطاء في عطاء وطبعا ويسبق تقديم العطاءات إنه بيتبقى فيه زي ما قلت مرة من المرات إنه فيه لجنة اسمها لجنة للسخصارات لجنة للسخصارات دي مهمتها إنها لو كانت فيه غير واضحة بنحدد قبل الناس ما تقدم ميعاد زي ما قلنا دلوقتي نرد فيه على أسئلة الناس إذا كانت بعض الحاجات غير واضحة نرد عليهم في خلال هذه اللجنة بعد ما صاحب العطاء أعد العطاء وأقدمه نبتدي بعد كده الناس يقدموا العطاءات للجهة الحكومية وعلشان نواصل باقية الخطوات هنبتدي نفتح المظريف وندرسها مين اللي يفتح وكنا أشرنا إلى هذا الكلام قبل كده بتشكل لجان لهذا الغرض فيه المناقصات لكل أنواعها فيه لجنتين فيه لجنة اسمها لجنة فاتح ولجنة بد فيه الممارسات فيه لجنة وحدة زي ما احنا قلنا من مرات تشكيل لجان فتح المظريف والبت تشكل لجان فتح زي ما احنا قلنا يكون البت في المناقصات عم تاريخ لجنتين إحدهم لفتح المظريف والأخرى للبت خلي بالك يعني كلمة البت تتضمن حاجتين فتح المظريف ده نمرة واحد والبت يعني ده اتنين دول فتح المظريف والبت اسمهم البت يعني فاكرين مرة من المرات لما يجينا تكلمنا قلنا مثلا والله لما نقول تونس تونس يقصد بها ايه يقصد بها الدولة قلنا لا ممكن يقصد بها كمان الدولة أو العاصمة الدولة كلها اسمها تونس والعاصمة اسمها تونس وهكذا في الجزائر فإحنا لما نقول الكلم يكون البت في المناقصات عن طريق لجنتين في لجنة منهم اسمها فتح المظريف وفي لجنة اسمهم البت اسمها لجنة البت والقانون بقول إذا كانت قيمة المناقصة ما زيتش عام 600 ألف جنيه يتم الفتح والبت بلجنة واحدة وزي ما احنا قلنا في الممارسات بلجنة واحدة من هناك لجنة الفتح والبت خلاقنا يعني يقول لا يقصد فتح أن لجنة الفتح والبت هناك ناس فنيين هناك ناس مالين هناك ناس قانونين هناك عضو من الإدارة الطالبة ونيagonة الجهة التي gere prosperous القانون يول Rodriguez دام عضو أكثر من الجهة الإدارية بين 3 أعضاء ويشترك في عضوية الليجان دي اللي احنا بيقول عليها ممثل من وزارة المالية إذا تجاوزت القيمة مليون جنيه يعني إذا كان القيمة التقديرية العطاء مليون جنيه أكتر من مليون جنيه يبقى لازم حد يشترك مع العناصر اللي فاتت دي من وزارة المالية وإذا كانت القيمة أكتر من 2 مليون جنيه يشترك حد من إدارة الفتوى بمجلس الدولة دي تشترك المظاريف والبت قبل ما نفتح المظاريف البت وأنا قلت البت يقصد بها حاجتين البت والفتح عشان كده هو يبدأ البت بفتح المظاريف وتتبع الإجراءات التالية زي ما احنا قلنا في لجنة فتح وفيه لجنة فتح وفيه لجنة بت وقلنا فيه مظروف فني وفيه مظروف ماجد فاللي بيحصل تقوم لجنة فتح المظاريف بفتح المظاريف الفنية أولاً نفتح الأولين المظاريف الفنية وبعدين وبعدين بعد ما تفتح المظاريف الفنية ونفرغها نروح واخدين هذه المظاريف الفنية ونديها لجنة تانية اللي هي لجنة البت عشان تدرسها ولما تدرسها تدرسها طبعاً فنياً تقول مين مطابق ومين غير مطابق بعد المقبول فنيا ناخد المقبول فنيا ده ونروح تقوم لجنة فتح المظاريف اللي هي فتحة المظاريف الفنية تقوم لجنة فتح المظاريف بفتح المظاريف المالية للمقبول فنيا منها وبعدين تقوم لجنة البت بدراسة المظاريف المالية وتحديد أولوية العطار إذن لجنة الفتح بتفتح مالي وتفتح تفتح آسف فني وتفتح مالي وبعدين بعد من خلص فتح فني ودراسته تبدأ بقى لجنة الباد تدرس الفن المالي تعمل ايه لجنة فتح المظاريف لجنة فتح المظاريف بتجيلها المظاريف يبقى اول حاجة تثبت الحالة التي وردت عليها العطاءات بعد التحقق من سلامته يعني ايه يعني الظرف مش ملعوب فيه الظرف مش باين عليه انه متبادل مش باين عنه اي حاجة ده المقصود باثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات بعد التحقق من سلامتها وده بفكرني مرة كنت في السعودية في وزارة الشؤون البلدية والقروية وبعدين بيحكي المسؤول بيقولوا احنا بنفتح المظاريف ففي واحد واحنا بننادي بنفتح لما بيجي يفتح المظاريف بينادي على اسماء الناس والناس طبعا اللي هم مقدمين ممكن يحضروا ففي واحد لما ندوا عليه بفلان فلاني قبل ما يفتح المظاريف فقبل ما يفتح المظاريف على ما لاحظة واحد بس أشوف الظرف بتاعي فلما شاف الظرف بتاعه قال لا والله هو الظرف ده مش ده الظرف بتاعي قال له ازاي قال لما الظرف بتاعي ختمه بحبر لونه أخضر الحبر المختوم بالظرف ده لونه اسود فالظرف ده مش بتاعي هو قال كده ده المسؤول هو اللي بيقو قال كده لانه بقول غالله انا في المرات السابقة كنت بقدم وكانت اسعاري معقولة لكن ما كانش بيرسى عليها فعشان كده اللجنة بتثبت الحالة التي وردت عليها العطاءات بعد التحقق من سلامتها وبعدين تعمل ايه تعد العطاءات وتثبت العدد في محضر فتح المظاريف الكلام ده بنعمله في محضر اسم المحضر فتح المظاريف وكمان تتحقق من وجود مظروفين منفصلين عن كل عطاء واحد وتثبت الكلام ده وبعدين ترقيم العطاءات على هيئة كسر اعتياد كسر اعتياد يعني فيه بسط ومقام في البسط بنكتب يعني الرقم العطاء وفي المقام بنكتب اجمال عدد العطاءات يعني لو اخترطنا انه عندنا عشرين عطاء فانا هاخد اول واحد هكتب عليه على الرقم العطاء واحد من عشرين واخد تاني واحد اثنين من عشرين الى اخره ويثبت هذا الرقم على المظروف الفني وعلى المظروف المالي الذي يتم التحفظ عليه مغلقا لان احنا ما بمفتحش دلوقت المظروف المالي وبعدين اللجنة تبتدي تفتح المظاريف بالتتابع وكل مظروف يفتح يثبت رئيس رقم العطاء عليه وعلى كل ورقة بداخله طب ليه علشان على كل ورقة بداخله ليه علشان نضمن انه انه مفيش ورقة من الاوراق بعد كده سحبت من العطاء وده بذكرني مرة في الكويت حد من موظفي لجنة المناقصات الحكومية بيقول لي انا ممكن اسحب ورقة من العطاء محدش ياخد باله ليه لانه هناك ما بيرقموش العطاءات واللجنة ما بتمضيش على كل ورقة بداخل العطاء عشان كده احنا بنرقم العطاء وينضي عليها واللجنة دي بتعمل ترقيم الاوراق بداخل كل مظروف واثبات عدد تلك الاوراق توقيع منه من عضاء اللجنة من رئيس اللجنة ومن عضاء اللجنة على المظروف الفني وكل ورقة بداخله توقيع رئيس اللجنة وجمال عضاء على محضر اللجنة كافة الخطوات السابقة ده الكلام ده بتعمل في الفني ولما نيجي نفتح المالي حنكرر نفس الخطوات بس لما تيجي اللجنة تفتح مالي تتأكد من موجود الارقام اللي هي على هيئة كسر اعتيادي اللي احنا قلنا عليها من شوية اللجنة البت بتعمل ايه لجنة البت بتدرس الاول حتدرس فني دراسة العروض الفنية للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط المطروحة طب افرط جاءت تدرس لقيت فيه حاجة غمضة حاجة مش واضحة للجنة ان تستوفي من مقدم العروض ممكن تجيب مقدم العروض دول وتسألهم عن الامور الفنية بشرط اللي تخل بسريات العطاءات وبعدين اللجنة دية لو فيه عرض مثلا غير مطابق او فيه نقص في المواصفات يتبين بالتفصيل الكافي اوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات في العطاءات التي تسفر الدراسة عن الفنية وهي اللجنة بتدرس احنا قلنا انه لازم يكون مقدم العطاءات كفاءة فنية ومالية قلنا هذا الكلام في المحاضرة التانية فاللجنة دية بتتأكد من قدرة صاحب العطاء على الاتزام بالتوريد او التنفيذ بالموعيد المحددة في الشروط بتاعتنا وقدرته على الاتزام بمدة سريان العطاء المنصوص عليه بالشروط الطرح وقدرته على تلبية المواصفات الفنية الجوهرية ولو هو زي المقاول في حالة المقاولات مسلا حيستعين بمقاولين الباطن فلازم لما ييجي يقدم ما يغيرش اسماء الناس ويجيب الناس سجلهم أو سجلهم بعد كده في دراسة العروض المالية اللجنة بتعمل ايه اللجنة بتقوم بدراسة العروض المالية وتقارن بينها علشان نشوف مين هو الأقل العروض سعرا وهنا لما نيجي ندرس أحيانا نلاقي أنه البيانات مش مش متمثلها يعني 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 مثلا نجد أحيانا واحد هو بيقدم في العطاء بتاعه حط شرط قال والله أنا وانا ما كنتش حطيت هذا الشرط في كراسة الشروط سبته فواحد ما أكاتب لي في الشروط قال والله أنا ممكن أسلمك في المصنع بتاعي واحد الثاني قال لا والله أنا ممكن أسلمك في مخازن الشركة بتاعتك فإذا اللي سيسلمني في مخازن الشركة بتاعتي هو تحمل تكاليف النقل اللي سلمني في المصنع بتاعه أنا اللي هتحمل تكاليف النقل هنا المقارنة غير عادلة فنلجأ إلى توحيد أساس المقارنة إلى توحيد أساس المقارنة يعني إيه توحيد اساس المقارنة يعني اللي قال لي مثلا والله انا حسلمك في المصنع يبقى نحسب احنا تكلف النقل ونحطها على عطاءه عشان يبقى زي التاني اللي قال حسلمك في المصنع مثلا واحد قال والله انا اسلمك البضاعة بتاعي اسلمك البضاعة تسلمني الفلوس واحد تاني قال والله انا عشان اعمل لك الحاجة اللي طالبها دي ممكن الحاجة تكون بتعمل لي انا مخصوص بتتعمل لي مخصوص ودي حتاخد لها فترة اربعة وشهر مثلا فواحد قال والله انا يعني عشان انت عايزة بعد اربعة شهور انا عايز زفعة مقدمة مثلا يعني نفترض انه قال والله العطاء بتاعه بربعمية الف بس عشان انا ونفترض ان احنا حيسلمهن في واحد عشر وهو عشان ينفزها هيقعد اربعة شهور يعني هي القيمة اللي هو قدرها ربعمية الف وحيسلمهن في واحد عشرة وحنتعاقد نكتب العائد في واحد ستة يعني حناخذ اربعة شهور عشان يسلمهن فهو حط شارط قال والله انا عايز دفعة مقدمة مية وخمسين الف واحد تاني قال والله انا حسلمك في واحد عشرة بس تسلمني اسلمك البضاعة تسلمني الفلوس الاولاني قال انا حاخده في واحد ستة مية وخمسين الف والباية عند التسليم في واحد عشرة التاني قال انا حسلمك البضاعة في واحد عشرة بس اسلمك البضاعة تسلمني الفلوس التالت قال والله انا يعني سايب لكم فترة سماح شهور سدده بعد شهر فإذا العطاء هنا مش زي بعضها لازم نوحد أساس المقارنة يعني إن وحد أساس المقارنة فيه واحد خد فلوسي واشتغل بيها التاني سلمني أسلمك التالت سيب لي فترة اعتمال مش متمثلين فلازم حقق التماسل بينهم حقق التماسل بينهم ازاي القانون اللي خد فلوسي اشتغل بيها أحسب عليه فايدة طب الفايدة دي تتحسب تتحسب إزاي أنا قلت هو قال والله هاخد 150 ألف دفع مقدمة فنحسب من أول ما خد الدفع المقدمة لغاية تاريخ التزليم التاني نحسب الفايدة دي كان ونضيفها على العطاء بتاعه افرض الفايدة دي طلعت مثلا 50 ألف جنيه هو كان العطاء بتاعه بربعمائة ألف يبقى خمسين ألف زائد ربعمائة أبقى ربعمائة وخمسين ألف التاني خلاص هو هاخد فلوسه عند التسليم التالت ده سيب لي فترة اعتمام يعني سيب لي فترة السماع فنحسب له قيمة حالية ده المقصود بتوحيد أساس المقارنة انت تعرف توحيد أساس المقارنة زي ايه؟ زي لما نقول المسافة بين القاهرة والفيوم مثلا 80 كيلو متر والمسافة بين الإسماعيلية والقاهرة مثلا مثلا 100 ميل أيهما أبعد أنا بقول المسافة بين القاهرة والفيوم 80 كيلو متر والمسافة بين القاهرة والإسماعيلية 100 ميل أيهما أبعد ما ينفعش القارن ليه ما ينفعش القارن لأنه ده بالميل وده بالكيلو متر ولازم نوحد الأساس يعني نحول الميل إلى كيلو متر يعني نحول الكيلو متر إلى أميال عشان تتم المقارنة برضو ما ينفعش نقارن لما نقول درجة الحرارة مثلا 100 درجة مقاوية ولا ما عرفش وحدة تانية درجة حرارة تانية 300 فارنهايت ما ينفعش نقارن لأن الأساس مش واحد اهنا عايزين نوحد أساس المقارنة فالمهم اللجنة اللي بتدرس مالي أول حاجة تعملها توحد أساس المقارنة عشان تكون المقارنة عادلة وبعد ما توحد أساس المقارنة تشوف مين أقلهم سعرا مترتب أو لويات العطاءات ده فكرة سريعة عن الخطوات اللي بيتم بيها الشراء بالمناقصات أحيانا تلغى المناقصات إمتى تلغى المناقصات في الحالات التالية في حالتين الحالة الأولانية قبل فتح المظريف والحالة الإلغاء قبل فتح المظريف إحنا قلنا يبدأ البت بفتح المظريف تلغى المناقصة قبل فتح المظريف في الحالات التالية نمر واحد إذا استغني عنها نهائيا يعني يعني إحنا عملنا إعلان وعملنا مناصة وبعدين الناس قدمت وبعدين لسنا فتح المظريف فالجهة يعني قالت لا والله إحنا خلاص رجعنا في كلامنا ومش عايزين ومش عايزين هذه المناقصة هذه معنى إذا استغني عنها نهائيا وأذكر مرة من المرات كان عايزين يعملوا كوبري في طريق الناصر من أول ربعة لغاية نادي نادي الأهلي في مدينة ناصر فبعد ما بدأوا يتخذوا الإجراءات رجعوا في كلامهم عن أنهم يعملوا هذا الكبر هنا استغني عنه نائيا وإذا اقتضت أو الحالة التانية إذا اقتضت المصلحة العامة زالي أو إذا تبين أنه في تواطب مقدم العطاءات أو في احتيال أو فساد أو احتكار أو في خطأ في كراس الشروط والمصلحات في هذه الحالة في هذه الحالة تلغى المناقصة وتلغى المناقصة بعد فتح المظارين في الحالات التالية إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد أصلحنا يعني أنا عامل إعلان وعامل مناصة والناس أقدمت ما جلش غير عطاء وحيد وأنت عامل مناصة له بهدف إثارة التنافس بين المواردين وأكثر من واحد يقدم أقدم ليش غير واحد عشان كده ما تحققش الهدف اللي احنا عايزين عشان كده يجوز إلغاء المناقصة أو إذا لم يتبقى بعد العطاءات المستبعدة سوى عطاء واحد يعني آه وقدموا لي ناس كتير بس فيه ناس استبعد لأنه ما تحققش الشروط أو ما تحققش المواصفات فأضلت استبعد استبعد ما بقاش عند غير عطاء وحيد فغياز الحالة برضو تلغى المناقصة لكن في حالات يجوز فيها قبول العطاء الوحيد ده إمتى يجوز قبول العطاء الوحيد يجوز قبول العطاء الوحيد في الحالات التالية إن أنا ما عنديش وقت أصلا هو نلغي العطاء ونعيد الملاقصة من جديد أنا ما عنديش وقت ما فيش إذا كانت حاجة العمل لا تسمح بعادة الطرح إنه لو جيت عدت المناقصة من جديد حفوا إذا عدت المناقصة من جديد مش هلحق أوفر الاحتياجات يعني الوقت غير كاف وإذا كانت عدت المناقصة من جديد ما حدش هيقدم غير اللي قدم ده في الحالتين دول يجوز قبول العطاء الوحيد بس بشرط غير الشرط وندول بشرط إيه هو الشرط أن يكون العطاء الوحيد مطابقا للشروط ومناسبا للقناة اللي احنا وضعناها واللي احنا تكلمنا عنها أيضا يجوز الإلغاء بعد فتح المظريف غير إذا كان عطاء وحيد إذا اقتلنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفزات يعني يعني الناس حطين شروط حطين شروط تخالف ما اتفقنا الشروط اللي احنا وضعينها في كراس الشروط والمصار في هذه الحالة تلغى المناقصة أو إذا كانت قيمة العطاء الأقل الأقل مش القل الأقل أعلى من القيمة التقديرية في الثلاث حالات دول تلغى المناقصة المضار النقطة الأخيرة ونتكلمنا عنها في الأول اللي هي التأمينات يعني تأمينات وإيه هي أنواع التأمينات التأمين كلمة تأمين إنه إحنا ممكن نعمل مناصة ونصرف عليها ونصرف عليها إعلان ونصرف عليها لجنة وضع المناصفات وعملنا لجنة بات وعملنا لجنة فتح المظريف وعملنا لجنة الرد على السفسرات وعملنا لجنة تكلفتنا المناقصة تكلف كتير وبعدين بعد ما خلصنا وجينا رسينا إنه مقدم العطاء تراجع لا مش هيجي يتعاقد أو حتى جاء تعاقد وبعدين هو بينفذ ما نفذش بالشروط والمواصفات طب بعدين نضمن إزاي إحنا نحفظ على حقوقنا إزاي عشان كده بنطلب منه مبلغ كضمان المبلغ اللي بنطلبه كضمان ده اسمه تأمين فالتأمين هو مبلغ يدفعه مقدم العطاء كضمان ضد المخاطر وهنا عندي نوعين من التأمين في حاجة اسمها التأمين الابتدائي أو المؤقت وفي حاجة اسمها التأمين النهائي الفرق الاتنين التأمين الابتدائي والتأمين النهائي كما يلي من حيث الغرض الغرض منه ضمان جدية مقدم العطاء يعني زي ما قلت إحنا عملنا إعلان وتكلفنا وهو إلى آخر وبعدين بعد ما رسيت عليه على مقدم أقل العطاء تسعره تعال يا عم اكتب العقد وبتدي التوريد أخل بقى مش جاي طيب بعدين ده احنا تكلفنا كليف نعمل إيه قال مش جاي فإحنا لو مجاش إحنا واخدين منه وهو تأمين الابتدائي لو مجاش نروح ناخد التأمين الابتدائي أو نصادر التأمين الابتدائي نصادر التأمين الابتدائي يعني ما نردهولوش ما نردهولوش لي عشان عقابة لي علشان أخل بالانتزام بالتعافي فالتأمين الابتدائي ضمان لجدية مقدم العطاء في التعافي لكن التأمين النهائي ضمان لجدية وسلامة التنفيذ يعني يوردلي بالمواصفات أو ينفذلي الأعمال الشروط اللي احنا عايزينها كام نسبة أو قيمة التأمين الابتدائي النسبة أو القيمة التأمين الابتدائي يحدد بمبلغ يحدد بمبلغ 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 ستتجاوز قيمته نسبة 1.5% من القيمة التقديرية خلي بالك من كلمتين مبلغ 1.5% من القيمة التقديرية يعني إيه من القيمة التقديرية القيمة التقديرية لو ضعتها اللجنة التقديرية لو اللجنة قالت والله القيمة التقديرية مثلا للعطاء ده نقول كده مثلا مليون جنيه فإحنا حنطلب منه تأمين ابتدائي كان بقى التأمين الابتدائي ده 1.5% من مليون جنيه 1.5% من المليون جنيه يعني تطلع كاما 1.5% من المليون يطلع 15 ألف جنيه فإحنا نطلب منه كده تأمين ابتدائي مش 15 ألف جنيه إنما ما يزيدش عن 15 ألف جنيه يعني يكون يبقى 15 ويمكن يبقى 14 ونص يبقى 14 يبقى 14 يبقى 13 13 ونص إيه لأخوه ليه؟ ما نقدرش يقول 1.5% لأننا قلت 1.5% اللي حيقدم العطاء لو إحنا حددناها نسبة كده وسبناها اللي حيقدم العطاء يقدر هو يحسب بقى إحنا حطين قيمة تقدريها كاما عشان كده بيقول مبلغ والمبلغة ما قالش ما قالش 15 ألف الميزيدش عن 1.5% اللي هي في المثال بتاعنا ده 15 ألف يقول 15 14 13 إلى أخوه ده اللي هو التأمين الابتدائي التأمين النهائي يستكمل على التأمين الموقع اللي دفعناه في الأول يعني اللي حيرس عليه وحنكتب معها العقد ها؟ يدفع تأمين نهائي التأمين النهائي ده يكمل على التأمين الابتدائي إلى ما يساوي 5% خلي بالك 5% من قيمة العقد إنما اللي هناك من القيمة التقديرية هنا من قيمة العقد يعني إيه قيمة العقد؟ إحنا هناك قلنا القيمة التقديرية مليون طب هو الرجل ده كان بقدم 800 ألف وحن بيقول بيقول إنه ناخد أقل العطاء السعرا بشرط ألة تزيد عن القيمة التقديرية فالراجل ده قدم 800 ألف هو أقل من القيمة التقديرية يبقى 800 ألف في 5% يديني التأمين المؤقت 800 ألف في 5% يديني أو العقد العقد بـ 800 ألف 5% في 800 ألف حيطلع أربعين أو أربعين خمسة في المية في 800 ألف يبقى 400 ألف يديني تقريبا ما أعرفش 400 ألف أو 40 ألف يحسبوه أنتم ده فيما هتعلق بـ القيمة التأمين اللي بداء أو النهائي إمتى يتقدم التأمين اللي بدائي يتقدم التأمين اللي بدائي مع المظروف الفني مع المظروف الفني مش مع المظروف المالي مع المظروف الفني ما فيه مظروفين مظروف فني ومظروف مال التأمين النهائي امتى يتقدم يؤدي صاحب العطاء المقبول يؤدي التأمين النهائي خلال عشر ايام عمل تبدأ من اليوم التالي الاختار المقبول العطاء يعني يعني احنا اللي هنرسع عليه ده نرسع عليه العطاء لو اقل عطاءات سعرا هنختره هنبلغه قولوا امتى قلل عطاءات سعرا و هي تعاليك المموصف تعالى عشان تكتب العقد يجي هو عشان تدفع التأمين النهائي و اكتب العقد يجي يدفع التأمين النهائي خلال عشر ايام عمل نعديهم امتى العشر ايام من اليوم التالي الاختار الخبول العطاء خلال عشر ايام دول ممكن يدفع التأمين النهائي ده إذا كان مقدم العطاء محلي جوه البلد لكن لو كان خارجي فالقانون بيقول يمكن زيادة هذه المدة إلى عشرين يوم وبعدين ممكن كمان يعني ناسا مثلا يعني تبقاش فلوسة حضرة فالقانون بيقول والله يجوز بموافقة السلطة المختصة وإحنا شرحنا معنا السلطة المختصة مد المهلة للأداء عشرة أيام أخرى يعني تيسيرا على مقدم العطاء ده لو ما قدمش التأمين أثار عدم تقديم التأمين اللي ابتدائي أو النهائي لو ما قدمش التأمين اللي ابتدائي يستبعد العطاء لو ما قدمش التأمين النهائي نلغي العاقد يعني خلاص نسحبه منه ده الأولان وعقابة لي عشان ما جاشت عاقد مصادر التأمين المؤقت زي ما احنا قلنا أدي حل الحل الثاني ننفذ العاقد بواسطة أحد مقدم العطاءات التالية بحسب ترتيب أولويات عطاء وخلي بالك أنا يجوز وكلمة يجوز يعني لك حرية الاختيار الاختيار الأول لأنك تلغي العاقد وصادر التأمين بوقت الاختيار الثاني إنك تنفذ العاقد بواسطة أحد مقدم العطاءات التالية الناس اللي جايين بعده وطبعا هنصادر التعمين المؤقت أو الابتدائي من الذي لم يلتزم إزاي يقدم إيه؟ يقدم التعمين الابتدائي والتعمين إنه إما في شكل خطاب ضمان أو لو هو ليه فلوس عند الجهة الحكومية دي يقولون والله يخصموا من المستحقات ممكن ما نقديش التأمين متى لا يؤدى التأمين؟ التأمين اللي يجب أن يؤدى يعني ما فيهش في مساومة واللي ما يقدمش يستبعد عطاء لكن التأمين النهائي ممكن ما يتقدمش إزاي يعني؟ إفرض هو القانون إحنا قال سايب عشر أيام عشان يقدم فيه التأمين النهائي فبعتنا له وناله تعالى قدم التأمين النهائي واكتب العقل فالرجل جاه في خلال العشر أيام جاي بالبضاعة وجاي جاي بكل ما هو واطلوب منهم البضاعة وجاي في هذه الحالة هو أقدم للبضاعة فإذا مش هناخد منه تأمين نهائي إما لنعمل إيه؟ نشوف البضاعة دي بكام؟ ونخصم منها ونخصم منها قيمة التأمين لأنه لا يحصل إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رصى عليه توريدها وقبلتها الجاه الإدارية خلال مدة عشر أيام المحددة لسرايان التأمين النهائي ده هنا حتى لا يحصل طب افرض مثلا أنه هيوردلي على أربع مرات في السنة يبقى ده اسمه توريد مجزة يعني ما جابش الكمية كله لو جاب الكمية مرة واحدة خلاص مش هناخد منه تأمين النهائي لا ده هيوردلي مرة في واحد واحد ومرة في واحد أربعة ومرة في واحد سبعة ومرة في واحد عشر يبقى هنا توريد مجزة قالوا الله في حالة التوريد المجزة إذا تم توريد جزء واتقابل وكان تمن يكفي قيمة التأمين النهائي نخصم منهم نخصم من قيمة هذا الجزء التأمين النهائي ونرده له الباقي لكن العطاءات التالية اللي جاية بعد كده أو الدفعات أو التوريدات اللي جاية بعد كده مش هنخصم منه التأمين متى يصادر كلمة يصادر يعني يعني ما نردش التأمين يعني ما نردش التأمين نخده نخده للجهة يروح عليه التأمين اللي ابتداء يصادر أو يروح عليه أو لا يرد لمقدم العطاءات مقدم العطاءات في الحالات التالية انسحب قبل ما نفتح المظاريف فعشان احنا القانون طب عمل كده ليه علشان تبقى الناس جادة فاذا والله وقدم عطاء وبعد كده قال في نص السكة قال لا والله مش من نكمل قبل ما نفتح المظاريف خلاص يروح عليه التأمين اللي ابتدائي أو زي ما احنا قلنا من شوية قدم وفتحنا المظاريف ورسنا عليه تعالى ما جايش نصادر التأمين اللي ابتدائي أو ما سددش التأمين النهائي نصادر التأمين اللي ابتدائي في الحالات دية يصادر التأمين اللي ابتدائي التأمين النهائي بيصادر لو تم الإخلال بأي شرط من شروط العقد أو الحالة التانية في حالة فسخ العقد فسخ العقد يعني بطلانه بطلانه أو إلغاءه بطلان أو إلغاء فسخ بمعنى بطلان يعني أصبح باطل عن لقيمة له كأنه لم يكن أو ملغي في حالة فسخ العاقد بيتم مصادرة التأمين النهاية طب وإمتى يفسخ العاقد لو الرجل ده المتعاقد أو مقدم العطاء لجأ إلى الغش أو التلاعو إدى رشوة الحد أو غش حد عشان نرس عليه أو إذا أفلس المتعاقد أو أعصر والإفلاس إفلاس اللي هي الحالة التي يكون فيها ديون المتعاقد أكتر من خصومه الديون اللي عليه أكتر من الأصول اللي عنده الديون المتعاقد أكتر من أصول والإفلاس بتطلق في حالة التجارة والإعصار بتطلق في معادة ذلك وهم في كلتا الحالتين الإفلاس اللي هو الديون أكتر من الأصول الإعصار هو عنده أصول ولكن ربما هذه الأصول غير سائلة الحالة الثالثة إذا تبين وجود تواطئ كنا شرحنا معنا كلمة تواطئ ونحن بنتكلم عن المنافسة الكاملة شرحنا معنا كلمة تواطئ ونحن باتفاق فيما بينهم على تقييد السعر بأن لا يقل عن حد معين أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتقار ده الحالات ده الفرق بين التأمين الابتدائي والتأمين النهائي ودي فكرة عامة عن الشراء الحكومي هناك تفاصيل أكثر من ذلك حبنا بس ندي لكم فكرة ومن يريد الاستزادة أنه يرجع زي ما قلت إلى القانون والليحة ودو الموجودين على النت ممكن لأي واحد منكم يدخل على النت ويقرأ دعواتي لكم بالنجاح والتوفيق ومعذرة نعيد عن أي قصور موجود يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة